السلام عليكم ازايكم واخباركم ايه يا ربكم ونبقى الفخير النهاردة احنا فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة افكار وحيل ومنظمات وادوات منزلية حديثة وعصرية جدا كل الابتقارات دي هتشوفوها معنا من خلال فيديو النهاردة وطلبة منكم كده كمان قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش دعمكم ليهوا للقناة هنا باللايك واللي لسه ما اشتركش معايا في القناة ينزل تلوقتي حالا ويشترك ويدفعه وكمان زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي انا بنزلها معاكم الفيديوهات اللي احنا منعرضها هنا طبعا كلها افكار ومنظمات حديثة جدا ويصدقوني كل منتج من ده بيكون ليستخدامات كتير قوي وكمان فايدة حماسية ممكن تستخدميها في بيتك باشكال وصور كتير قوي وخصوصا كمان كل منتج من المنتجات بيكون لي الوان مختلفة اشكال مختلفة واحجام كمان تناسب شكل البيت عندك سواء طبعا مباخك صغير مباخك كبير منزلك عمدان صغير منزلك كبير تقدري تستعيلي كل الافكار اللي احنا منعرضها دي واتنظميها في بيتك بشكل منظم جدا تعالوا نشوف حتى كمان كده التيربو ده الخاصة بالليبهات الصغيرة تقدري تلمي فيه كل حاجة خاصة عندك بالبيبي تعالوا نشوف هنا كمان كده المنظمات اللي انت طبعا تقدري تستخدميها بقى اشكال وصور والوان كتيرة جدا مختلفة زي اللي احنا شايفينها دي دلوقتي طبعا بقى المنظمات دي بتكون مختلفة من منزل للتاني يعني السيدة اللي معينا دي هتبدأت كمان تستعرض معينا ازاي بتستغل كل حاجة عندها في البيت وايه شكل المنظمات اللي موجودة عندها ويا طرس تخدماتها عاملة ازاي حتى جهاز التعقيم الفوط الصغيرة اللي موجودة حاجات كتيرة جدا حتى منظم الفوط الصغير هنا كمان برضو كده الستاند دا القطاع كل دي تفاصيل كتيرة جدا ممكن تكون موجودة عندك وممكن كمان تفكر ان انت تشتريها عشان تخلي بيتك منظم زي ما احنا شايفين طبعا فيه ناس كتيرة بتشوف ان المطابخ دي بتكون مليانة باشياء كتيرة بس عمتا احب اقولكم ان هم اغلبهم بيعملوا الفيديوهات دي بهدف ان هم يستعرضوا معيك كل المنتجات الحديثة اللي ممكن تكون موجودة وازاي تقدر ان انت توفريها في بيتك وكمان بتكلفة بسيطة جدا يا طرى المنتجات دي موجودة فين احب اقولكم ان معظم المنتجات دي ويمكن كمان كلها موجودة في مواقع كتيرة جدا زي الجميا وعلي بابا وعلي اكسبرس وغيرها كمان من المواقع الشهيرة اللي بتوفر لك كل المنتجات وفيه كمان طبعا دلوقتي صفحات كتيرة جدا على السوشيال ميديا بكل اشكالها وصورها بتباين لك المنتجات دي وجروبات كتيرة قوي كمان بتنزلك المنتجات دي باسعار مختلفة واكيد طبعا موجود منها الاصل والتقليد يعني كل واحد وامكانياته يقدر يوفر المنتجات اللي نفسه فيها نشوف هنا مع بعض دلوقتي كده المنظمات اللي السيدة دي كمان بتستخدمها حتى منظم الشوزات دي شكله حلو قبي يعني لو انتي عندك بس كاكة مشوز بتتبسيهم في البيت اول باول تقدر تجيبي المنظم ده وقد ايه سهل وعملي جدا وندخل كمان كده على فكرة تانية شايفين طبعا ده كده تقدر يتحط فيه حتى المعطر بتاع الشوزات بتاعتك تقدر يتحط فيه اي حاجة انتي حابة تحطيها جنب الشوزات يعني تقدر تستخدمي الجهاز ده بكذا صورة مختلفة تعالوا نبص دلوقتي كمان كده برضو هنا على المنظمات والاستخدامات التانية اللي هي بتستخدمها ازاي طبعا تقدر تعملي ده كده وتزبطي بالإضاءة عندك في البيت وتتحكمي فيها بالرمود كنترول كده وانت قاعدة مكانك من غير متقومي وتتحركي هي دي فعلا التكنولوجيا اللي بتسهلك وقت وجهد كبير جدا وانت قاعدة في مكانك ما بتقوميش ولا تتحركي تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده ازاي تعرضي شاشة عندك كبيرة على الحيطة من غير كمان ما يكون الموضوع صعب جدا بالنسبالك باستخدام الجهاز الصغير اللي احنا شوفنا ده كل دي فعلا مجرد افكار لكن صدقوني فعلا اغلبها بيكون مفيد جدا وقد ايه مواكب للموضة وهو ده اكيد برضو لكلنا بندور عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقت وجهد وخصوصا كمان المنتجات اللي بتسهلك بقى القوف في المطبخ وكمان في تنطيب وتنظيم البيت عندك دي كلها من الحاجات اكيد اللي بتشغل بال كل الستات ازاي التقلل وقفها في المطبخ وكمان تنظيف البيت وهنا كمان بقى التكنولوجيا بتلعب دور كبير جدا في النقط اللي احنا تكلمنا عنها دي تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده تيربو الخاصة بالبيبهات ده شايفين طبعا تقدري تحط في كل حاجة خاصة ابنك او بنتك او البيبي عمتان الجديد بتاعك ودخليه كده زي دولاب صغير خاص بي نشوف هنا كمان طبعا بقى البيبيونة دي شايفين كده بتمتص المية بصورة كبيرة جدا وخصوصا طبعا في الجو الشتوي اللي احنا داخلين عليه شوف كمان بقى ترابيزة المذاكرة او التلوين دي بالنسبة للاطفال في سن صغير تقدري طبعا تحطي عليها اللاب بتاعك تستخدميها بصور واشكال كتيرة حسب ما انتي عايزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بصو بقى ندخل دلوقتي كده على السيدة دي وازاي كمان بتقدر تنظم التلاجة بتاعتها باستخدام الادوات والاجهزة الحديثة جدا حتى الخضار والفاجأة حطها كده بشكل شيك اوي ازاي ما احنا شايفين حاجات فعلا جات نفتح نفسك والدرجة كمان اللي في التلاجة ده خاصة طبعا بالمية والدرجة كمان خاصة بالتلج يعني تنظيم التلاجة بتاعتك من هنا وجاي هيختلف تماما بعد ما تشوفي معانا الفيديو ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل دي تنظيمات في ايديك طبعا ان انت توصلي ليها شايفين حتى برضو العلب الصغيرة دي تقداري تحط فيها طبعا الفراخ بتاعتك او كمان تقطيع الفراخ او التبيلة بتاعتك الخاصة بيها سواء طبعا اسماك لحوم زي ما شوفنا مع بعض فتنظيم تلاجتك فعلا هيفرق جدا مقارنة طبعا بعد ما تشوفي فيديو ده تعالوا نبص كمان دلوقتي كده على السيكرز او اللي بورز كمان اللي هي بدأت حطاب التاريخ بتاع المأكلات او المشروبات اللي هي بتعينها طبعا في التلاجة العصاير حفظ الطعام عمتا لازمان طبعا تكوني مسجلة عليه التاريخ زي ما شوفنا عشان تقدري بعد كده تحددي مدة الصلاحية بتاعت الاكل بتاعتك يا ترى مدته قد عمتا طبعا اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم هسكوا دلوقتي مع بعض كامل الفيديو للاخر واتمنى كمان ما تنسونيش هنا وتنسوا القناة باللايك والاشتراك معايا عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي انا بنزلها معاكم اشوفكم ان شاء الله على خير بكرة في فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة